مرحبا أصدقائي في هذا الفيديو سوف نقوم بتلوين الصور القديمة الأبيض والأسود بطريقة سهلة جدا بدون استخدام أي برامج وبدون أي خبرة في برامج المونتاج وتعديل الصور ننتقل مباشرة إلى الرابط الموجود في أسفل الفيديو ونذهب إلى كلمة الموقع هنا ونضغط على كلمة هنا ليتم تحويلنا إلى الوقع مباشرة نقوم بالضغط على خيار رفع أو الابلود ومن ثم نختار الصورة المراد تلوينها بعد اختيار الصورة لدينا أرقام أسفل الصورة وهي درجة تشبع اللون الاختلاف بسيط جزئي بينهم يمكنك الوضع الدائم رقم الثامن عشر كرقم متوسط والضغط على كولورايز وبعدها تتكون من ثلاث مراحل مرحلة الابلود ومن ثم البروسيسنج والداولود نلاحظ الآن أصدقائي تلوين الصورة بضغط واحد لم نقم بعمل أي شيء فقط رفعنا الصورة من ثم البروسيسنج تتم معالجة الصورة ومن ثم نقوم بترثبيت الصورة عن طريق الضغط على الداولود أو تنزيل الآن أصدقائي نقارن بين الصورتين قبل وبعد فعلا نتيجة رائعة جدا ومبهرة بين الصورتين وبدون أي جهد أو عناق وبشكل مجاني وبدون حتى أي شعار للموقع على الصورة نقوم باختبار صورة أخرى سوف نختار صورة العالم أنشتاين ونضغط على كولورايز ليتم تلوين الصورة بشكل مذهل جدا ورائع فعلا النتيجة رائعة جدا وكأنها حقيقية نقارن الآن بين الصورتين أصدقائي وكأنها صورة حقيقية ووقعية وباحترافية شديدة هذا كان لكل من في هذا الفيديو إذا أردت أيضا مشاهدة فيديو إزالة الخلفيات من الصور أيضا بدون برامج أو إصلاح الصور الممزقة والتالفة أيضا بتغطية زر تابعوها في الوصف الموجود أسفل الفيديو أراكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة